اشتركوا في القناة من الشهر الاول للعام الحالي بداية صفحة جديدة في عهد الحكومة الاراقية بتكليف رئيس وزراء جديد تكليف محمد توفيق علاوي جاء في الوقت بدل الضائع للمهلة التي حددها رئيس الجمهورية برهم صالح للكتل السياسية لتسمية شخصية ترأس الحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي قبل ان يتخذ الرئيس نفسه قرارا احادي الجانب الرئيس المكلف الجديد قدم وجها اخر لطالما يبحث عنه العراقيون منذ زمن بعيد وهو التخاطب والتواصل مع الجيل الجديد الذي يواكب منصات التواصل الاجتماعي بوعود تشدد على ضرورة استمرار التظاهرات لم تكن رياح الديمقراطية في خطاب كهذا سابقة في عهد العراقيين وكأنها موجة تفاؤل للشارع المطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين ومحاربة الفساد أعاهد الله وأعاهد الشعب العراقي الكريم بأن أسعى بكل ما أملك من إمكانيات لخدمة هذا البلد وأعدهم بأن دماء الشهداء من المتظاهرين والقوى الأمنية لن تذهب سدى وسيحاسب المعتدون والمجرمون ويقدمون للقضاء لنيل جزائهم العادل سلاح الدولة لن يحمل ضد الشعب سلاح الدولة لحماية الشعب وصيانة الحدود وتعزيز الكرامة الوطنية حيث أكد هنا الحرص الشديد على متابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وضد القوات الأمنية بدأ علاوي مشوره السياسي في العام 2003 حين انتخب نائبا في برلمان عقب الغزو الأمريكي للبلاد عين وزيرا للاتصالات في العام 2006 واستقال في العام 2007 وعاد نائبا في العام 2008 وفاز أيضا بعضوية المجلس في العام 2010 في العام نفسه عين مجددا وزيرا للاتصالات في حكومة نور المالكي لكن تلك الفترة لم تكتمل وطبعت سيرته السياسية باستقالته من الحكومة في آب 2012 أوضح علاوي حين ذاك أنه يملك وثائق تؤكد وجود عمليات كسب غير مشروع داخل الحكومة وأنه سيكشف عنها في الوقت المناسب ويمكن لرئيس الوزراء المكلف إذا كان يمتلك هذه الوثائق أن يستخدمها اليوم لكسب رضا الشارع الذي انتفض ضد الطبقة الحاكمة للبلاد منذ 17 عاما لكن كل ذلك يتوقف على قدرته في إدارة إرث ثقيل من الحكومة السابقة وبلد يرزح إضافة إلى ضغط الشارع تحت ضغط التوتر القائم بين إيران والولايات المتحدة على وقع دخول الصين كقوة جديدة إلى البلاد تحت ضغط التوتر القائم صعدوا الله أوليك تحت ضغط التوتر قائم اشتركوا في القناة